ماذا تدعها الدوام؟ أقول لك توظفت عندها بنفس الوزارة اللي داوم فيها شفيتش مراضة تستوعبين؟ يا ربي، هالبنت ماتيوهوس؟ راقي هالحين قاعدة مجابلتك اليوم تكشخ وتلبس أنا اشدراني اشدراني يا هذك اللي قاعد يصير وأقول لي أخذ إجازة، ما يبي أخذ إجازة يقول مجغول وأنا الغبية اللي حسبالي إن كل شي بينهم انتهى لا انتهى ولا بطيخ وهذه الواحد شلون يفتك منها؟ أقول لي يقدم على استقاله، يطلع من الدوام مرة واحدة شا استقالته شفيتش انتي خبلة؟ يقدم استقالته؟ صار له سنير بنفس الدوام، لا لا هذا مو منطق ما تقول لي لش الحل؟ شا سوي الحين؟ سمعي، أنا مستغربة مثلك، ومقثوثة بس خلينا نتوبكها شوي، أهم شي انتي تمسكين عصابتك ما يمسك عصابي؟ ما عد فيني عصاب، خلاص بيين يصجي بس إلك، ما رأيش بلكيكل اللي ذاكري يوم ده زيتها؟ لا ما نصجج، ترى أقوم اذبحتش الحين عاصفة، عاصفة، خلاص، دام عاصفة بكري أبقى هو وخلصت يا ربي، لا ترش أسوي، لا أدري شنو أسوي، يننني، يننني يا ربي، أختي، أنت ليس تكلمينها؟ لا تكلمينها، لا تكلمينها، أنا حلوة، بلوش ولا تكلمينها؟ أنا أكلمها؟ ما صجت شنطين؟ أمو أنت عليك سؤال، فتفاجئيني، نطري، نطري، نطري وهذا الشيء ببعض وما ترش قاعد يخربط بالحشي، قاعد يقول متحسف لش طلقتتش هو، هذا صاحي تابي نصج ما؟ شكله مكان طبيعي سينو إذا تحرض لش مرة ثانية، ما ستسوي؟ طبعاً راح تصل على الشرطة والله خافي سوفيت شيء، وعلماتي الشرطة يكونه منحاش بعدين ما شا سوي؟ يا ربي هذا من وين طلع لي؟ الله يستر، والله أني خايفة عليك تبيني الصج؟ أنا خايفة بعد ومو أنت لو متزوجة وعلى ذمة ريال، لكي لا تجرأوا ياشي للبيت تبيني الصج، مو لو كنت من زوجة، كان راشد ما تجرأ وهي لي البيت سباحين على خير تلاقي خيري فهد ممكن أتكلم معك شوي لا واي التعبان وبنام يعني ما أقولها مقدرين يتفاهم مع بعض لاذ ليش كل ما أقرب منك توخر عني ليش محسسني أن أنا الغلطانة تابيني أشوف ريم عندك بالدوام واسكت عاديت شنة شي طبيعي قلت لك واي التعبان وبنام ما أنا داعي أعيدها لحيش هذا عشرين مرة خلاص موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة راح أعطي رقم راشد وهو راح تصرف معه بس همشي الترشيل لرقم راشد على الواتسوب اليوم فهد انا وايد اسفة وادري اني قاعدة حرجك معاي بس جد انا ماني عارفة شون انصرف بس حديث لو صار اي شي ثاني بلغيني بعد انا مراحز كتله انشاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تظاهر ماكو فايدة يرضيتش يا خالتي يرضيتش اللي قاعد تسويه ريم ريم الظاهرة بتهدم حياتي يننة الريال حتى بالدوام مجابلته الظاهرة ريم تبتهدم حياتي وانا انسانا ماقدر اسكت عن هالشي لازم ادافع عن زواجي معاش حق يا ابنيتي والله اني مراضي على اسواتها خالتي اللي سوتها بنتج عيب واكبر عيب استرخ خالتي امينة ما تدري عن الموضوع ولا راح اقول لها عنا انا ادري انتم مثل اخوات ولا بياخرر بينكم خالتي واللي عافيتش قذب بنتج خليها تستقيل من دوام فهد ان شاء الله انا بنتش who who اء الا ام اما شوفيتش ريم تعال البيت بسرعة ويتعبا أنا حدي خلاص خلاص كاني ياية يما حدي نفسك ألو فهد سارة ياية لبيتنا ما بوقت كلمة شيء عني ما قالتها حق أمي شفت جليلة الحياة شفت الشيطانة سارة تسوي جري منصج جنتين أقول لكم ويطايح بالمستشفى أم جلي طيحها طيحها الكلام اللي سمعتها منها اسمعني زين سعد إذا صار في أمي شيء والله ما أرحمها ترى خلاص خلاص وليس الخاطرش اللي طيب خلت مع أمي جنتيها الحين وأنا إن شاء الله راح تفاهم مع سارة زين خنشوف تفاهد بدمتك أشرايك من البدل شوفها عجيبة صح ان شاء الله بلبسها بالويكيند ليamaan لما نتلع مع بالفعل اتبهتش فيك انت راح بأدخالتي نادية ردي علي رحت بأدخالتي نادية ولا لا اي رحت رحت لالنريم قاعدت مادة قلت لازم اكلمهم عشان توقفها عند حدها شاورتيني قبل لا تروحين استهدنت مني ولا بس تتصرفين على كيفش وتروحين يمين يسار وتتصرفين مثل الهبلة الهبلة بعد انتور مرة تغلط علي انا تقول عني تشري وعلى شاب منه علشان واحدة ما تسوى اللي ما تسوى هذه الحين امها بالمستشفى بين الحياة والموت ولو مملحك على هريم بآخر لحظة شراحت مصيدمس ما تستحن علويج فشلتيني ورايحة لهناك اتهددين لبنية ما هددتها والله ما هددتها فهد عيلك قررت الحركة مرة بانيا ما تخلو مني لنفسك فهمتي ولا لا رضي علي فهمتي ولا لا اه 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 انا ممشق اللي قاعد يصير انت اللي حطيتي نفسك شبال موقف وتتحملين وتدافع عنها بعد فهد قول انك تحبا قول انك مقدرة تصدغني انا اقول ايه احبا قم اقدر ازاها رزعتها الحين اشترك 고شبال موقف وأكثر شي خليك تحس بالحزن لما تحب شخص يحب غيرك تنادي تصارخ بس ما حد يسمع صوتك تحس بالظلم ولا تقدر تدافع عن نفسك